أهلا بكم يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأول من نوعه في مصر والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب النجاحة في مساعدة محدود الدخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي تم تأسيسه في الثالث عشر من مارس عشرين اتنين وعشرين لخدمة الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر عشرين ثلاثين جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عشرين اتنين وعشرين عاما للمجتمع المدني وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة جاء التحالف الوطني كأحد ثمار حوار موسع احتضنته مؤسسة حياة كريمة بين شراكاء المجتمع المدني حول سبل تعزيز الشراكة وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة لسيما في ضوء توسع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية من خلال تقديم مبادرات الحماية والدعم الاجتماعي المختلفة بشكل تكملي ومن شأن جهود التحالف المسهمة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الأرض عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حيث وضع التحالف عبر ميطاق خطة لتقديم برامج وانشطة تعزز الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى إتاحة فرص الرعاية الصحية ويستهدف التحالف الوطني تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات أعضاء وتوحيد الجهود لإحداث الأثر التنموي المطلوب بما يحقق رؤية مصر في تطوير الريف وبناء الجمهورية الجديدة عبر خلق نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومنذ تأسيسه وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مذكرات تفاهم وتعاون مع العديد من المؤسسات من أجل خلق أنشطة تنموية غير تقليدية لمضاعفة أعداد المستفيدين من غير القادرين في القرى الأشد احتياجاً والارتقاء بمستوى معيشتهم من خلال فعاليات وأنشطة تتسم بالاستدامة وتمثل مبادرات قطار الخير ووصل الخير وستر وعافية أبرز مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي استهدفت الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستحقين من خلال عدد من المراحل في مختلف المحافظات تضمنت قوافلة غدائية وطبية فضلاً عن عدد من المبادرات التعليمية ومبادرة إزرع لتنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي أزرعية مشاهدين الكرام كان هذا عرضاً تعريفياً عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأبرز جهوده شكراً للمتابعة